تنفيذا لتوجهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليف ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات المرورية وزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسة في المملكة تقوم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بتنفيذ أعمال تطوير عمل الإشارة الضوئية للمدخل الشمالي لمدينة عيسى وقد صرح سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عيسام بن عبدالله خلف بأن المشروع يأتي ضمن برنامج المشاريع التحسينية العاجلة لتخفيف الاستحامات المرورية عند المناطق الحيوية مضيفا أن المشروع يتضمن تقليص عدد مراحل الإشارة الحالية من خمس إلى ثلاث مراحل لتوفير انسيابية شوارع الرئيسية وتقليل الإزدحامات المرورية وأشار الوزير أن المشروع يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للتقاطع وتخفيض زمن التأخير للمركبات تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف من الازدحامات المرورية وزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسة ستبدأ وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بتطوير عمل الإشارة الضوئية للمدخل الشمالي لمدينة عيسى حيث سيوفر هذا المشروع انطلاقة سلسة بموقع تقاطع سلمباد الحالي للقادمين من الشمال إلى الجنوب والعكس تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن خطة قصيرة المدى تضم 11 مشروعا عاجلا كجزء من خطة أشمل لتوسعة شبكة الطرق بقيمة إجمالية تبلغ مليارا ومئتي مليون دولار أمريكي قامت الوزارة بإجراء مسوحات مرورية على التقاطع منفة الشمالي لمدينة عيسى وبعد تحليل المسوحات المرورية أوصت الدراسة بتقليل مراحل إشارة من خمس مراحل إلى ثلاث مراحل لزيارة الطاقة الاستعابية للشارع وتخبيض ازدحام المرور تبدأ الوزارة العمل بالتحويلات اعتبارا من يوم الجمعة الموافقة 28 يوليو 2017 وتنوه عن وجود مسارات بديلة لتوفير سيابية للشوارع الرئيسية وتقليل الازدحامات عند التقاطع حسب الآتي للقادمين من سلمباد والمتجهين إلى المنامة يرجى من السواق الاتجاه غربا على شارع سلمباد باتجاه الدوار الواقع عند جامعة AMA ومن ثم الدوران لليمين للاتجاه إلى المنامة كما يمكنهم الدوران لليمين عند تقاطع شارع الشيخ سلمان وشارع سلمباد وباتجاه الجنوب على القادمين من شارع عمان والمتجهين إلى الرفاع على شارع الشيخ سلمان جنوبا يرجى استخدام الشوارع البديلة بداخل مدينة عيسى أو مواصلة السير نحو شارع سلمباد الخارجي والتوجه يسارا على شارع سلمباد الخارجي للقادمين من شارع الشيخ سلمان جنوبا باتجاه شارع سلمباد الخارجي يتوجب عليهم استخدام الشوارع البديلة المواصلة لشارع سلمباد من جهة عالي أو مواصلة السير إلى تقاطع شارع الشيخ سلمان مع شارع السهلة للدوران العكسي وتقوم الوزارة بدراسة البدائل لتطوير التقاطع بصورة جذرية ضمن الخطة الاستراتيجية وتحديد البديل الأمثل لتطوير التقاطع من الجوانب المختلفة وسيتم البدء في إعداد تصاميم التفصيلية لهذا البديل والانتهاء منه في منتصف العام القادم والشروع في التنفيذ بعد توفر الميزانية المطلوبة يهدف المشروع إلى رفع الطاقة الاستيعابية للتقاطع وتخفيض زمن التأخير للمركبات حيث أن عدد المركبات المستخدمة للتقاطع بنظامه الحالي يفوق الطاقة الاستيعابية بنسبة 25% وأنه لا يمكن خفض زمن الانتظار من دون إضافة مسارات جديدة وفصل الحركات المرورية بجسور وأنفاق وهو المشروع المزمع تنفيذه حال انتهاء الدراسة المرورية للتطوير التقاطع ترجمة نانسي قنقر